أيام دامية مضت على حي تشرينة دمشقي بعد أن استهدف النظام التجمعات السكنية والسوق الشعبية فيه بعشرات القذائف والصواريخ للصهر معنا أنه فجأة نايمين إحنا ما حسنا الصواريخ الفيل بلاشت تنزل علينا بالزور لعالم طلعت الأطفال الحريب ونزل على حي تشرينة أكتر من 40 قذيفة فينا صرنا نسمع بأسماء جديدة فيل وتمساء وراجمات وكان يوم ضربت الطيارة قبرت العالة والمقصد كله هذا خراب دمار وتهجير الناس من البيوت 26 شهيدا وعشرات الجرحة وقعوا ضحية قصف النظام الممنهج على الحي وأطراف الأحياء المجاورة له كالقابون وحرستة ما أدى لتهجير نحو 30 ألف نسمة باتجاه العاصمة دمشق ولكن حواجز النظام المحيطة بحي برزة قامت بمنعهم وإعادتهم إلى الأحياء المحررة كلها بباني عشوائي معلم واشتغل الفيل المدنية ظلت تحت الأنقاض يعني واحد لا ابنه لا قام مرته لحد الآن في عالم تحت البيوت وما بعرف فيها غير الله معلم ونزحت العالم شي نازح من الغطاة لعبرزة شي نازح من هون نزلها تحت عرفش له؟ اشتغلت معلم وقصفه وما في شي يقع وحي تشرين بين حياء برزة والقابون والمنطقة الغربية لمدينة حرستة ويقطنه ما يقارب ستة آلاف عائلة معظمهم مهجرون من المناطق المجاورة كالغطة الشرقية باتوا اليوم تحت خطر الصواريخ ما دفع المجلس المحلي للحي بتوجيه عدة نداءات استغاثة لإيقاف مجازر النظام في المنطقة خاصة بعد ازدياد حجم المخاوف من تخزين النظام للكيماوي في مركز البحوث العلمية في برزة واتهام الثوار بضربه ترجمة نانسي قنقر